امتيازات الور هي قروض معناها يمكن معناها مدة تستدد تصل الى 25 سنة هذي مدة ممتازة برشا نسب فايدة من واحد في المئة ثلاثة في المئة خمسة في المئة وسبعة في المئة لحسب الشريحة خطر احنا مقسمين الشريحة المنتفعة الى اربع فئات لا اعتهم لسي نجيب كل واحد يعرف روح وفنى فئة بين الاجر الادنى ومرتين ونصف الاجر الادنى هذه الفئة الأولى الفئة الثانية من مرتين ونصف الى ثلاثة مرات ونصف الاجر الادنى وفي الثالثة من ثلاثة مرت ونصف الalu ابان Library ونصف الاجر الادنى وفي الرابعة الاخيرة اللي زدناها عن دبين من ترويهال لي هكن هي بتم ا П renew الى اربعة ونصف الاجر ال ادنى وست مرت الاجر الatterنى تعادي سيديا حتى اللي لباس وشاريته تسمحال نانا بانا عندنا عاونه اي. كان كان نترجمه ارقام ممقن كان نترجم ارقام في الاولى من لأ من الى الفئة الاولى دونك كاتسون اقول خمسمية دينار حوالي خمسمية دينار خمسمية دينار دونك خمسة بين خمسمية وثنين ونص يعني مساجة نجيب كنتا و بشنا حسبوه متانو حسبوه على رويحنا متقلقش يروح مش بناخذوش من وقت من بقية الامتيازات لازمنا نقولوا عليهم فاولا ساعة مقسمين الاربعة فئات والفاللخر بكل اعلى درجة متاع اعلى نسبة فائدة تكون في في سبع فالمائة بالنسبة الفئة بين اربع ونص وستة مرات الاجر الانا سبع فالمائة نسبة قارة هيداش كنش نقول نسبة قارة نسبة قارة نسبة قارة وغير معناها مرتبطة باي انديس اخر دونك الفئة الولانية واحد فالمائة الفئة الثانية ثلاثة فالمائة ثلاثة فالمائة فئة ثالثة خمسة فالمائة والفئة الرابعة سبع فالمائة سبعة في المائة اللي هي داخل المتاح يكون بين أربع ونص وستة مرات الأجر الأدنى اليوم النوع من مو يكونوا الإطارات في الدولة معناها تقريباً لي سالري سواء في الخواس ولا في هذا هو تقريباً قدت لي القاريني نجم يعني نجم يأخذ قرض مشترك هل كنا نأخذ قرض مشترك أنا وزوجي نجم رفعه في القيمة يعني أنت هنأخذ مثلاً أنا كمواطن تونسي مسموح لي مثلاً أنا نأخذ مئة وخمسين مليون كنتوالي معايزة وشتين وليو ثلاثمية مليون لا ما تجلبش كيكة خطر احنا ديما لبلفون بتاع اللوجمون كيما نأخذ مثلاً بتاع الكنسريكسون بتاع البناء مئة وخمسين ألف دينار مناها متفوتش مئة وخمسين ألف دينار كالقرض المنتفع والقارين متاعه على الأساس ينجم يكون المنتفع الدخل متاعه مارتين ولا مرة الأجر الأدنى والقارين متاعه مارتين ولا مرتين ونص الأجر الأدنى مع بعضهم باش ينجموا يموا ياخذ وكل لبلفون تاع الكريدي هذك بيك احنا مثلاً نحبو كل الزوج والزوجة يحبو كل واحد يخلق قرض واحد ممكن قرض واحده لتمويل المسكن هذك بالذات مسكن وحيد معناها الشرط الأساسي أنه باش ياخو تنتفع بالفاب الراس يزم لا يمتلكاني مسكن بالنسبة لل ووزو ومش من بعد كل واحد يصبح وراق واحد وكل واحد يمتلك مسكن زيلاً لا 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 المسكن عائلي وحيد فقط بيه شو نجموز نقلو آخر في برلوس شو نحب الضيف هو بالأسبة للمساكن المقتنات من قبل الباحثين العقارين عنا زاد كيف كيف سنوات أمهال من ثلاثة إلى سنتين أمهال دوك وبالتالي المواطن ينجم ياخو معناها القرض متاعه يقعد ثلاثة سنين ولا عامين ما يخلص فيه فاك العمين ولا ثلاثة هذوك من نجم ياخو بيهم معناها قرض شخصي باش يستكملك التمويل الذاتي المطالب بهي اللي هو في حدود عسرة في المئة من ثمن المسكن به وهذه به برش على خطر ساعة يقول لك نحب نفسن الزنفس بركين النقطة أي بسير بقى عامل عامل عميل لو لنيه ومع القليل وإذا كان بش تحب تزن فاس مع البانكة معناها تصرف بثمنه معناها أنك تزن فاس مع الفبرولوس تزن فاس معناها بلا فلوس بلا ش أنتري بلا حتى شيء ومهم يسر أنه يكون لنتغي لهو نسبة الفائدة تكون مستقرة خطلت وقعدين يعيشوا في الموظفين وليقعدين يعنيوا في الموظفين أكد لعهبطة يمام أي بسير أما حاجة ببركة جيوس حابيت أن أكد عليها اللي هو بالنسبة للصندوق الفبرولوس هذيه اللي هو ربما ما تمش قبل كبير برش عليه هو اقتناقة تعترض هذيه كما قلت لك رهي أرضت نجم تكون يعني داخل نسيج عمراني في مساحة ما تفوتش مئتين وخمسين نجم تكون مئة وعشرين مئة وخمسين لكن إذا كان وضعيتها مساوات وهو أجير عنده الحق باش ياخو قرض للاقتناء المسكن بتاعه هذيك كيف كيف كذا عنده مثلا مسكن عائلي يحب يبني فوقه اللوجمون كيف كيف ينجم ياخو قرض باش يبني المسكن متاعه فوق المسكن العائلي وعننا احنا فوق دربابة فوق دربابة بيانسور هذي معمول بها معمول بها بيانسور